بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكو في الفيديو السابع للكارنك الكارنك قدامنا احنا لازمنا ماشيين على المحور غرب الشدق والنهاردة هناخد بوابة المعبد الأديمة البوابة الأساسية اللي هي مع الصرح الوابة احنا خدنا صلت العميدة الكبرى بمناظرها عندها استرانا السلسيرت وبا blir صلت العميدة الصلت العميدة الصلاة التى تواحته اللي اعملها ما بين الصلح الرابعة. والخامس اللي عملهم تاريخوا لايصنبها صلحة الوجيد. الصلاة اللي افعل عليها صالة التتويج. ولما جات هتشبسوت اشتغلت الشغلت. تحطمس التالت اشتغل مع جنته. هتشبسوت اشتغلت مع ابوها. تحطمس التالت عمل المسألة بتاعته اللي فاضل منهم واحدة بس لامام الصراح الرابعة. وذكر الكلام بتاعه انه هو بيقيم هذه المقصورة لتكون مكان للتتويج بتاعه مسلة بتاعته اللي ارتفاحها 23 متر 143 طن الوزد بتاعها وقف على زي قاعدة حوالي 2 متر ارتفاع حتش بسوت لما جات قالت هي كمان في السنة 16 من فصل الشمو الشهر الرابع اليوم الاخير زي ما كتبت على قاعدة المسلة بتاعتها ان هي عملت مسلة مسلتين لأبوها أمون رع علشان يكونوا المسلتين بتاعها زي المسلتين اللي هي بتصوروا المسلة بتاعت المساورة قدامنا ذكرت عليهم ان هي بتعمل دي من الالكتروم وان هي نقلتهم من أسوان ارضاء اللي أبوها أمون كتير مننا لما بييجوا بنشوف هنا المسلة بتاعت حتش بسوت والنص الهيرغوليفي عليها كتير مننا لما بيجي يدخل الكارنج بيقف في الحتة دي ويقول يا جماعة على فكرة بصوا تحطمس الثالث حتش بسوت ما كانش طيقها وكان اللي احنا اعتقد اتكلمنا عليه بشكل كبير وانه تحطمس الثالث على مسلات حتش بسوت على رأسي وعيني يا حبيبي اللي انت بتقول ولكن لماذا لم يكن تحطمس الثالث بنقل المسلات او وضع المسلة على جنب هو هنا مش شرط انه يكسرها هو كان ممكن انه ينقلها هي هنا النص اللي قدامنا باين في الصورة اللي قدامنا دي كان يقدر انه ينقلها على جنب لكن ليه تحطمس الثالث حافظ عليها وعمل هو قفى المكان التتويج لما هنشوف الصور بتاعت المكان ده وندخل نشوف التماثيل الأوزيرية والأعمدة بتاعت تحطمس الأول وبعدها تحطمس الثالث لما دخل المكان هو هنا على الصور باسمه وعمل بوابة المعبد هو لم يقصد أبدا انه يلجأ لعملية التكسير وانه يده لان انا هنا بعض الناس يفصل ويقولك لا ما هو ما كانش يقدر يكسر المسلات ما قلناش لانه ده رمزرع ما قلناش حبيبي انه يكسر البخن هو المسلة هو كان يقدر وببساطة جدا انه يحط المسلة ليه او ينقل المسلة ويشيلها تماما ويحتفظ او يمحو النص اللي موجود لكن هو ساب النص والقعدة موجود عليه والنص باين تماما يعني مهما نعلي الصور النص اللي موجود بيحمل اسم الملكة والقابها الخمسة بداية من الجزء الاول حتى الجزء الاخير الصرحين اربعة وخمسة صروح صغيرة وقبلهم الصرحة ثلاثة بتمثل مداخل او صروح صغيرة للمعبد وكلها بتمثل اعمال تحطمس الاول اخونا تحطمس الاول انها حتش بسود جد كملت تحطمس التالت بقولوك ده اعمال ده افصل استاشر يعني تحطمس تالت مش ضدها يا جماعة تحطمس تالت جيه وراها ولا عمل لي الصرح السادس بوابة ليه اصغر صروح الكارنك عمودين لطاف قوي من قلطف الاشكال عمود بردي وعمود لوتس العمودين من الجرانيت الوردي وعليهم مناظر رائع على الجنبين للملك مع امون وموت وتتويق وبوابة كأنك داخل الصر تمثيل للملك تمثيل لامون وامونة وهيئات ملكية وراها جالي كدس الاقداس كدس الاقداس تحطمس تالت بدأوا لكن اللي موجود فيه بالمدمح الموجود ده فليب ارهدايس اتعامل باسم فليب ارهدايس الاخر غير الشقيق للإسكندر ولكن حواليه بقى هو لعبنا حواليه هو شغلنا تحطمس التالت حواليه يعني هنا مثلا فيه صورة باوريها لحدها كل لقتي بتشوفوا المناظر الملك امود بتحتاط تحطمس التالت على احد على عمود البردي او عمود اللوتس اللي هم العمودين وفكرة المصري كان ذاكي كمان العمود البردي حطه الشمال واللوتس جنوبك انه بيتحرك معي على الجدار الخارجي وعلى الحجرات الجنوبية حوالين قدس الاقدس والمخازن والحجرات التانية للتتويج تحطمس التالت حطيلي مناظر رائعة لمناظر مع الالهة تتويج تطهير مركب امون المقدس الشمس المجنعة واجت ونخبت الدخول لصرح المعب الدخول للمعب كل دا تحطمس بيكلمني على ايه بتسود شايفين امون باللون بقايا الالوان مع زخرفة الخكر مع الكورنيش المصري بتديني اروع ما يكون تمثيل المنظر ونخبت بتحمي الملك والملك هنا بالتاج التاج المزدوج مع الالهة نخبت بتحميه وبتقوله ان انا بضعك كابن المحبوب سيد التجان اللي هتكون في هذا الموقع ييجي تحطمس التالت يعمل الجريات التقصية قدام امون كاموتف وهنا كأن الجزء اللي حوالين قدس الاقدس بيتم الملك من خلاله كل الاشياء المتعلقة بعملية تتويجه الملك مع نخبت في المنظر هنا اللي بتحميه وبتهبوا الحياة والجد والواس نيجي فوق ونلايه فوق الكورنيش بسول لكم لا تلطيفة اسم الكارنك ايبت سود واضح ان النص كان بيقول انه بيعمل حاجة في الايبت سود شاكرا بعض الناس بتسمي الجزء ده من المعبد الايبت سود الملك وانت داخله بيقول لك خلي بالك ده أنا قدام امون اللي بحرق البخور وبعمل له الخدمة اليومية من البخور والقربين اللي بتقدم امام الهي المعبود اذا الجزء اللي داخل لقدس الاقداس والجزء الاخير هو جزء خاص بتحطمس التالت اقام فيه كل المجهة في الغالب هتشب سود دخلت معا لانه هنشوف بعد شوية هنا مثلا انت مثيل اللي تحطمس التالت على بوابة السلطين بتقو الصالة الملك بيكتب الحوليات بيعمل كل سنة الاعداد اللي بيجيبها الهدايا والقربين والاشياء اللي بيجيبها والأسرة وكل حاجة بيحضرها الملك وبيحدد فيها اسام المدن او اسام المنتجات اللي هو جابها من كل مدينة او كل منتج هو جابه الصلاة دي من الصلاة المهمة لانت حطمس تالت تعرفني فيها كل انشط وكتب لي نص طويل بيقول فيه انه فعل كل الاعمال اللي كانت مطلوب بمنتهى القوة وبمنتهى الصلابة لكي يكون امون راضيا عنه ولكي يرضي امون هنا ما حطوش المناظر ده حكى الحدود سيتي الاول لما تكلمنا بره قلنا اني سيتي الاول هو اول واحد حطولي المناظر هنا تحطمس التاني شايفين هنا بيكلمني على عامه يعني نمرة اتنين ده عامه 30 موجود اماكن زي بكرت وموجود مكان زي مكرت وموجود اسماء بير نيقت او بير قنت او بير قنو اسماء مدن واسماء شعوب سيطر عليها الملك ندخل بقى واحدة من الحجرات التتويل بص الملك هنا ملكة بتجري بهاية تقسير دي حد شبسوت حد شبسوت هنا هو ختش المنظر ده بقى السؤال وهي بتطوج هنا حرص وشعود ليه ما خربش اسمها برا ليه ساب اسمها على المسلم طبع هنا عملية الكر لا ما فيش حاجة نسبية في الكر الممر الشهير اللي بيؤدي الى المقاصير اللي حوالين كدس الاقداث بتاعة حطمس التالث اللي قلت انه اصبح ينسب لي اخونا العزيز في ليبر هدايس الاخ غير الشقيق لول اسكندر تمثيل بهاية الهية وهي ملكية لامون وامونت او اتوم او الملك وهي وين مع الاله وهو بيحتضنه حطمس التالث في الجزء ده عمل لي او افل لي صح الايبتسوت يعني لو انا بتكلم ان الصرح الرابع هو الايبتسوت يبقى نهاية الايبتسوت عندي هي الصرح السادس وقدس الاقداث تحطمس تالث عملي ده وده اصبح من اللي انا عايز اقول فين الايبتسوت يبقى انت حاب تقول الايبتسوت هو ده الجزء اللي انا بنشوفه ده ده من اهمه اروع الاجزاء الموجودة في المقام ده جزء عبارة عنف الجدار بعد ما تطلع من القدس الاقداث قبل ما تدخل على الفناء في قيمة بكل حاجة حيدخلها الاله ده كان موضوع لطيف جدا استاذنا الرائح للعظيم الدكتور سيد طفيق اخذ الموضوع ده كرسالة دكتوراه واشتغل عليها وعمل بها رسالة دكتوراه عن القرابين والاضحية او كل ما ادخله تحطمس تالث ده الجميل ان تحطمس حط مسلتين في داخل القرابين الملك العظيم تحطمس تالث ما سبناش يعني هو الراجل عمل قدس الاقداث كان يقدر يقف تحطمس التالث كان بالنسبة له الايبتسوت او الكارنك هو الضرة زي ما بقولوك هو الفاتيكان مكان قوي علشان كده جه على فناء الدولة الوسطى وما بداش فيه عمله اللي هو اللي اسمه بير ايمين الفناء اللي ظاهر معانا دلوقتي اشتغل عليه وورا رح جاي عمل اشراقة الاثار اخ مينون وعلى فكر عدد كبير من التماثيل اللي لقناها من الخبية موجود في الاخ مينون اولها تمثال تحطوا ستالث العلادين اللي مين لو حضراتكم فاكرين وانتو داخلين سلط الدولة الحديثة على وعد اذا كان ربنا يكتب لنا عمر ان انا اقدر اعمل مع حضراتكم المتحف المصري ان شاء الله ومنها قراءة لبعض النصوص اللي مكتوب عليها عمل الاخ مينون وعمل نظام السقف المرتفع في المنتصف عن الجنبين اللي بعد كده قالوا ان البازيليكا جات منه واللي بعد كده كهنة امون لما حبوا ان هم يكرموا نفسهم ربطوا ما بينه ما بين الاسكندر واصبح فيه مأسورة الاسكندر هنا مثلا الالقاب بتظهر عن خحيره بيكمل الالقاب الخمسة لكن برجع الاسكندر وبقول حاجة مهمة ان وجود الاسكندر يتعمله ملاحظين بقول يتعمله تعمله ليه لان الاسكندر لم يزرق الاسكندر المعبد الوحيد على الارض المصرية بصورة مؤكدة للاسكندر موجود في الوحاة البحرية ولكالبعض بيقول فيه اشياء تانية لكن ده مؤكد وفقا لقراءة الدكتور فخري بالمناسبة الاخ منو عمله الملك تحطلس التالت ولقينا يبدو انه كمل شغل بدأوا الدولة الوسطى قدام لان البعض سلسرت الاول موجود لغاية ملقنا بلوك حجر متغطي لو حضراتكم ورا الجزء ده بالمناسبة ورا الجزء اللي فيه السورة للوقتي متغطي عليه كده على بوابة جنب مؤسورة اسكندر موجود فيه اسم سحة بإبراع اللي هو أمنمحات الأول مع وجود مؤسورة باسم الثالوس المقدس أمون وموت وخنص ومؤسورة عملت للمعبود عينات في هذا المكان لإرضاء الآله والملك هنا كان بيعمل حاجة هو جاي وكاتب كل الخيرات اللي جابها والتسيطرة وبيجيب كمان الآله كنوع من الارتباط بنا بحطه الثالث بعد الأخ مينو ما ساب ليش الجزء ده بدون ما يقفل البوابة الشرية هو كان بيخرج من مصر وكل حملة بيقول في السنة الرابعة جاب كل الخيرات اللي لقاها واللي البعض قال إن منها حاجة تشبه الفراخ جاب التين جاب أجزاء من المنتجات أو النباتات اللي كان مش موجودة ودي اللي موجودة في صالة النباتات اللي أشارنا إليها في المقصورة من الداخل مناظر رائعة لتحطمس بعضها يبدو أن نطمس بمناظر فريسكو ليه بعد إخواتنا الرهبان ثم لما سقطت زهرة كاملة زي منظر تلقي علامة الحياة من أمون بالتاج المزدوج والتلامس الجميل الجنوبي وشكرا لحضراتكم